قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن بلاده لا تواجه حركة حماس فحسبل هي في مواجهة مع محور إيراني متكامل مضيفا أن هدف إسرائيل من الحرب في غزة هو تحقيق نصر حاسما على حماس بشكل يجعلها لا تستطيع تشكيل تهديد لإسرائيل مع نهاية القتال والأهم من ذلك هو استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي على حد قوله وقال نتنياهو في تصريحات لمجلة تايمز إنه على الرغم من إدراكه لمدى خطورة اتساع رقعة الحرب لتتحول إلى صراع إقليمي إلا أنه مستعد لخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب للمجلة عن رغبته في رؤية إدارة مدينة إدارة مدنية يديرها سكان غزة وربما بدعم من الشركاء الإقليميين اشتركوا في القناة